اشتركوا في القناة اصول الكافي الشريف باب الايمان والكوفر كتاب الايمان والكوفر باب الخوف والرجاء من اهم ما يذكر من صفات المؤمن هو ما ذكر في هذا الباب والباب الذي يليه اما هذا الباب الرواية الاولى عن ابي عبد الله عليه السلام قال قلت له ما كان في وصية لقمان لقمان شنو يوصي ابنه اهم شي شنو في وصية لقمان قال عليه السلام كان فيها الاعاجيم لقمان حكيم اتاه الله عز وجل الحكمة في بعض الروايات التي وردتنا عن الام عليه الصلاة والسلام ان الله عز وجل خيره بين النبوة والحكمة فاختار الحكمة وقد استظهر بعض الاعاظم مثل المرحوم الامام الشيرازي قدس الله نفسه ان لقمان كان من الانبياء الافارقة يعني في بلاد افريقيا وفي تلك البلاد من انبيائهم كان وقد ورد ايضا في بعض الروايات انه ورأى وخدم اربعة الاف نبي ادرك اربعة الاف نبي هذا فرد شيء اذا مو نبي اذا هو مو نبي يدرك اربعة الاف نبي يصير نبي مع المبالغة يعني شوف لا اربعة الاف نبي مو قليل اذا من كل نبي له جملة اربعة الاف جملة عنده اربعة الاف كلمة من كلمات السماع عنده لاحظت هذا المعنى فيقول كان فيها الاعاجيب واعجب ما كان فيها ان قال لابنه خف الله عز وجل خيفة لو جئته ببر الثقلين لعذبك مو يعني صدق يعذبك يعني في داخلك لا يكون عندك امان من العذاب لا تقول ما يعذبني لعذبك يعني يجزم على نفسك على انه العذاب جايك انت ما مسوي شيء لو اتيت ببر الثقلين ما اتيت بشيء تستحق العذاب بعدك ما مسوي شيء لاحظت هذا في جانب الخوف يعني خليكون خوف عندك من الله عز وجل مو انه اذا سويت اعمال بر وكذا وشيء تقول خلاص بل انا واصل الى القمة لا مو هالشكل والامام عليه الصلاة والسلام لاحظت شنو قال وكان اعجب ما كان فيها هذا اعجب شيء هذا وارجوا الله رجاء هاي الجانب الثاني المؤمن بين الخوف والرجاء لو جئته بذنوب الثقلين لرحمك اجزم على نفسك بالاطمئنان برحمة الله عز وجل رجاء بعنوان الرجاء رجاء الرحمة ثم قال ابو عبد الله عليه السلام كان ابي الامام الباقر عليه السلام يقول انه ليس من عبد مؤمن الا وفي قلبه نوران نور خيفة ونور رجاء نور الخوف من الله الخوف من الله نور الرجاء برحمة الله ايضا واقعها وحقيقتها نور لوزن هذا الخوفة لم يزدد على هذا على الرجاء ولوزن هذا الرجاء لم يزدد على هذا على الخوفة يعني كأنه شنو تساوي بقدما عند رجاء عند ماذا خيفة والتعادل والتعادل بين الخوفة والرجاء يوجب الاعتدال والتعادل في العمل وفي المظهر الآن ما استطيع أدخل في هذا المعنى لأن يحتاج له إلى تفصيل بمجرد الدخول فيه يتصور الإنسان أنه هذا تشويه لصورة بعض الأنبياء بعض الأنبياء كان يغلب عليه مثلا طابع الخوف يصير نبي يغلب عليه طابع الخوف إذا مطلوب هو الرجاء والخوف أن يكون متساويين إذا كان متساويين شون لازم يغلب شون مطلوب فأقول أن هذا المعنى يحتاج إلى تفصيل أن نقرأ حياة الأنبياء ونقرأ أن هذا فضيل أو مو فضيل هذا لاحظتم مو معناة الجانب الثاني ما موجود الجانب الثاني موجود أيضا فس على أي حال هم أصحاب من كتب في الأسماء الحسنى شرحوا هذا بشكل مفصل من تكلم في الأسماء الحسنى فصل هذا المعنى بأن الأسماء الإلهية التي تظهر في الأنبياء تختلف وأهم الأسماء الإلهية التي ظهرت في نبينا صلى الله عليه وآله ومن مختصاته من مختصاته صفة الرحمنية صفة الرحمنية من مختصات النبي وهي من مختصات الله عز وجل ظهرت في رسول الله ولم تظهر في أحد ما ظهرت في نبي من الأنبياء قط نحظته هذا هم أيضا في محله أنه نعم القرآن ذكر مجموعة من الصفات للأنبياء من الصفات يعني ظهور الصفات الإلهية للأنبياء ومن أهم ما ظهر في السيدة فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام من الأسماء الإلهية هو الرضا الإلهي الرضا الميزان الرضا الإلهي منعكس في السيدة فاطمة السيدة فاطمة هي ميزان لرضا الله تبارك وتعالى وهذا أيضا في محله هذا الحديث الأول لعله يمكن أن يكون مساعد لفهم هذا الحديث هو الحديث الثاني عن إسحاق بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام يا إسحاق خف الله كأنك تراه شلون الإنسان يكون خوفه قوي كأنك تراه وهي كأنك هاي مسألة بهذا الناحو مو فإنك تراه كأنك تراه يعني كأنه إلى حد عندك قناعة بحد الظهور يعني كأنك مصدق بالظهور الإلهي تبارك وتعالى وهذا ما يمكن أن يرسمه لإما صلوات الله عليهم أجمعين قال فجئته في القصة المفصلة لأبي عبد الله عليه السلام الصادق صلوات الله عليه قال أنا ما درت بال للجماعة اللي قال لولي دير بالك وكذا وشي منه قالوا دير بالك سحرك هذا ما درت بال أنا أجيت فتكلم معي في التوحيد فظننت أنه ظهر ما بيني وبينه كثرت جمال استدلال الإمام الصادق وكثرت إلقاء في القلب وفي العقل وفي اللب وفي الباطن وفي النفس هذا يقول أنا الإمام دا أسمعه بس كأنه دا أحس يعني كأن الله عز وجل كأنه ظهر بيني وبين دا أشوفه إلى هالحد أحسست أن الله بيني وبينه ظهر الله لي يعني إلى هالحد هذا الغرض أرجع إلى حديثي الغرض أنه في جانب الخوف يكون الإنسان يقول كأنك فهم والجنة كمن قد رآها وهم فيها منعمون وهم والنار كمن قد رآها وهم فيها معذبون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون ها يقول يا إسحاق خف الله كأنك تراه وإن كنت لا تراه إذا هم ما قدرت تستوعب هالدرجة لقل نفسك درجة ثانية فإنه يراك لقل نفسك هو دا يشوفك فإن كنت ترى أنه لا يراك فقد كفرت إذا تقول لا ما يمكن فإن كنت ترى أنه لا يراك تقول أنا أقدر أخفى على الله أنا أقدر أنظم عن الله أقدر أضم نفسي الله ما يشوفني فقد كفرت وإن كنت تعلم أنه يراك ثم برزت له بالمعصية فقد جعلته من أهون الناظرين عليك إنت معصية قدام زيد عمر ما تسوي تحفظ نفسك حتى لي فضحك ونشهرك لاحظت فقد جعلته من أهون الناظرين وهذا الإمام صلى الله وسلم عليه في مقام إلقاء الخوف في مقام تلقين الخوف الإمام صلى الله عليه في هذا المقام ديبين لإسحاق بن عمر ولنا أيضا هو هذا الأمر وإلا في أدعية الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام ما عصيتك حين عصيتك وأنا جاحد بربوبيتك ولا مستخف أنا لا جاحد لا مستخف أدري بيك ولا لأنك أهون الناظرين مو منها الجهة هذه خطيئة عرضة أنت تسترها وكذا فتلقين الإمام صلى الله عليه هنا جانب الخوف ودعاء الإمام زين العابدين جانب الرجاء لاحظت التعادل في هذا البيان إلقاء الخوف وفي ذاك إلقاء الرجاء للإنسان إذا دائما فيها الجانب ربما ينفر ربما بل يؤدي به إلى ما لا تحمد عقباه عن أبي عبد الله عليه السلام من خاف الله إذا صدق أخاف الله منه كل شيء ومن لم يخف الله أخاف الله أخافه الله من كل شيء حتى من خيال يقوم يخاف نعوذ بالله من ذلك عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له قوم يعملون بالمعاصي ويقولون نرجو يعملون بالمعاصي ويقولون نرجو فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم الموت فقال هؤلاء قوم يترجحون في الأمان كذبوا ليسوا براجين إن من رجى شيئا طلبه ومن خاف من شيء هرب منه شون بيانات من الإم عليهم الصلاة والسلام عجيب صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عن أبي حمز الثمالي عن علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليهما قال إن رجلا ركب البحر بأهله فكسر بهم خل تدري ذاك اليوم مو مثل هذا اليوم السفون البواخر الكذا على قدهم وإذا اجدت الأمواج اللي بعض أوقات الموج لما يرتطم بالساحل يرتفع إلى ثلاثين متر ترى هذا إحنا الآن نقوله باللفظ بسيط أنت الآن جيب ماطور وخليه بقوة يشتغل ما يرفع إلى ثلاثين متر يعني بشكل فوار بشكل فوار ما يرفع إلى ثلاثين متر يريد له ماطور كلش قوي لنافوره كلش قوي يالله ثلاثين متر هذا الموج يجي يرتطم بالساحل أنا سنة من السنين كنت في بندر عباس كنت أشوف فرد مكان عالي كان مسوين كان الأمواج طبيعية يعني مو أمواج هائجة غير متعارفة أمواج شبه متعارفة كانت ترتطم بالساحل تصعد إلى خمسطعش متر الذبع على الشارع كانت ترتطم الذب فوق على الشارع خمسطعش متر تقريبا بعض أوقات أكثر بقوة ما نشاهده بعض أوقات في بعض الأفلام والأشياء أعظم وأعظم بكثير من هذا فهذا شفتفت مرة هذا السونامي سيارات أطنان بواخر أطنان ما الشاهد جرفها جرف مشاها وداها للشوارع إلى أماكن أخرى فإذا ما كفر الشي قاوم كسره أحسنتم أقل من الشخاط مولانا نسبة إلى هذا البحر الضيع الضيع لا شيء قال قال إن رجلا ركب البحر بأهله فكسر بهم فلم ينجو ممن كان في السفينة إلا امرأة الرجل زوجة هذا الرجل نجت فإنها نجت على لوح من ألواح السفينة تشوف يعني تكسرت السفينة صارت ألواح فهي مسكت تله بلوح ستارة هذا اللوح يصعد وينزله ويأخذه بالنتيجة حتى ألجأت على جزيرة من جزائر البحر وسط إلى جزيرة وكان في تلك الجزيرة رجل يقطع الطرية من قطاع الطرق إذا سفينة قربت قارب قرب يجمون عليه ولم يدع لله حرمه الله أكبر إلا انتهكها فلم يعلم إلا والمرأة قائمة على رأسه فادنم شاف المرأة وصلت يم فرفع رأسه إليها فقال إنسية أم جنية فقالت إنسية خلاص إذا إنسية خلاص هو خاف تكون جنية هذه فلم يكلمها كلمة حتى جلس منها بل مجلس الرجل من أهله فلما أنهم بها اضطربت تأذت خافت اضطربت فقال لها مالك تضطربين أفرق أفرق من هذا فقالت أفرق من هذا أخاف عني فرق عن الخوف وأومأت بيدها إلى السماء قال فصنعتي من هذا شيئا تخافين ما سوية شيئ أنت قالت لا وعزته أنا أنا مو أهل معاصي قال فأنت تفرقين منه هذا الفرق ولم تصنعي من هذا شيئا كل شيء ما سوية وتخافين وإنما أستك رهك استكراها أنا مكره لك على شنو أنت خايفا رصبا عليك فأنا والله فأيقظت ضميره فأنا والله أولى بهذا الفرق والخوف وأحق منك وين هذا الذي لم يدع لله حرم إلا انتهكها هذا اللي ضمير ميت رايح ولكن هذه بحقيقة إيمانها أثرت عليه قال فقام ولم يحدث شيئا ورجع إلى أهله وليست له هم إلا التوب والمراجعة فبين هو يمشي إذ صادفه مراهب يمشي في الطريق فحميت عليهم الشمس سوريا يقولون أيام الصيف شوب باليمن يقولون حمى حمى فحميت عليهم عليهم الشمس لله إلا أنتهكتها أنا وين أنت وين وادعو الله يظلنا بغمامة فقد حميت علينا الشمس فقال الشاب ما أعلم أن لي عند ربي حسنة فأتجاسر على أن أسأله شيئا مو من باب القنوط هذا هذا من باب الخوف هذا ذكره قال أنا ما أقدر أتجاسر على الله جسارة مني يقول لا أقول أطيني يقول لي أتمن لقد تستحق في شي أنطيك قال فأدعو فأدعو أنا وتؤمن أنت ما يخالف أنا أدعو أنت أمن قال نعم فأقبل الراهب يدعو والشاب يؤمن فما كان بأسرع من أن أضلتهما غمامة سبحان الله اللطف الإلهي وفي الأمم السابقة شلون كان حارة لهم يمشون بالشميس يدعون الله يدزلهم غمامة وين صايرة هاي بس اللطف الإلهي هذا بعد فمشي تحتها مليا من النهار مقدار طويل ثم تفرقت الجادة جادتين الراهب قال أنا أروح منا الشاب قال أنا أروح شاب وراهب فأخذ الشاب في واحدة من الجادتين وأخذ الراهب في واحدة فإذا السحابة مع الشاب شنو صار فقال الراهب أنت خير مني لك استجيبه الدعوة ببركتك استجيبه من هو قل فقال الراهب أحبائي إذا ظهر الحق الإنسان لا يعاند إذا واحد شافت قدامه فرشي لا يعاند إذا شوف هذا الحق مال هذا خلاص هذا أخلاق هذا شاف الحق ظهر مع هذا شاف كأنه قال إذن استجابه إلى اللي هذا السحاب راحت ما قال يلا أنا دعيت واستجاب الله لي بس السحاب راحت لهذا خطية وامتحان إلهي الحمد لله اللي الذي يمتحني ويسوي المبررات ويسوي كذا ويسوي نفسه من أصف الأصفياء ومن الأولياء ومن الكملين لا اتهم نفسه قال هناك الحق إجابة الدعاء هناك كانت لا حظة هذا المعنى ولم يستجب لي فأخبرني ما قصتك فأخبره بخبر المرأة فقال غفر لك ما مضى حيث دخلك الخوف فانظر كيف تكون فيما تستقبل الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام استشهد بكلام هذا الرجل وأمضاه يعني الإمام هذا يمضي وإلى هذا فرشي قال وراح من يدري قصة امتهت وراحت الإمام صلى الله عليه أحيا هذه القصة وذكر هذه القصة لكي يبين أنه حيث غفر غفر لك ما مضى حيث دخلك الخوف دخلك الخوف خلص الله سبحانه وتعالى نعم غفر لك الباب الذي رواياتك كثيرة في هذا الباب والمقدار كافي الباب الذي يليه باب حسن الظن بالله عز وجل عن أبي جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله قال الله تبارك وتعالى لا يتكل العاملون على أعمالهم التي يعملونها لثوابي ها صحيح سوي أعمال صالحة لدو الأعمال الصالحة هي التي تدخل من الجنة ما أحتاج لا شيء أكثر من ذلك فإنهم لو اجتهدوا وأتعبوا أنفسهم أعمارهم في عبادتي كانوا مقصرين غير بالغين في عبادتي كنها عبادتي المطلوب منهم فيما يطلبون عندي من كرامتي والنعيم في جناتي ورفيع الدرجات العلا في جواري ما يقدرون له أعمارهم كلها يقضوها ولكن برحمتي فليثق أعمل به الشكل إذا ما أحسن الظن بي خلص فإن رحمتي عند ذلك تدركهم إذا أحسن الظن وَمَنِّي يُبَلِّغُهُمْ رِضُوَانِي أَمُنُّ عَلَيْهِمْ وَمَغْفِرَتِي تُلْبِسُهُمْ عَفْوِي فَإِنِّي أَنَا اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ وَبِذَلِكَ تَسَمَّيْتِ أنا سميت اسمي الرَّحْمَنِ الرَّحِيمُ وقت اللي أنا تسميت بهذا الاسم خلص بس لازم احنا ندرك أنه في واقعنا احنا مقصرين لا نبلغ ما عند الله عز وجل إلا بالشعور بالتقصير قال من هذا الذي أسمع قال إن داود دخل في غار من غيران بيت المقدس في بيت المقدس أكو بعض جبال بيها غيران غار دخل في غار كان أكو عابد يتعبد دخل سلم قال من هذا الصوت الناعم أسمعه قال أنا داود قال داود صاحب كذا وكذا 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 انت اللي تملك انت اللي على الناس مليك صاير تحكم انت اللي عندك نعيم انت اللي تأكل براحتك طبعا كان داود لا يأكل إلا مما يصنع من الدروع يصنعها ويبيعها نعم وذلك من فضل الله عليه شلو من فضل الله عليه ألان الله العديد داود داود حتى هذا خد كان ما يقدر يسوي لو لا أن الله لان الحديد له حتى كانت يصير مثل العجين الحديد بيديه مثل العجين يشرح يسويها يشبكها يرتبها فقال أنت اللي عندك نعيم اللي عندك كذل قال نعم قال أنت ميزانك ثقيل يا داود ميزانك ثقيل فقال له داود إذا دخلنا الجنة يُعلم من ميزانه خفيف وثقيل فليست بالانقطاع الأمور أن تدخل بالغار وتنقطيع كذا وشيء أن تكون في الناس وتعبد الله عز وجل فمو واحد يشوف نفسه إذا انقطع إلى الله يعني وأحسن حتى من فلان نبي هذا مبين أكو قصور في الإدراك قصور في العاقل يقول أنت المنعم يعني أنا دا أعيش في جشوب دا أعيش في الغار بصعوب بكذا بشيء يعني أنا الجنة إلي أنت لاحظت فريد يقول يبعث رسالة إلى داود بهذا المعنى مو الإنسان إذا أحس من نفسه أنه وقع في مشقة وفي تعب وفي كذا وأكثر دا يدرس وأكثر دا يشتغل وأكثر كذا هو أحسن من الآخر ما معلوم يمكن الله سبحانه وتعالى هذا عند فرد أعمال أخرى لأجلها أسرع يدخله إلى الجنة نسأل الله تبارك وتعالى أن يشملنا برحمته وكما وردت الدعاء لا يخرجنا من التقصير نبقى نرى أنفسنا مقصرين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين